أعزائي كل محبوا درس اللغة الفرنسية في كل مكان أهلا وسهلا بكم النهاردة منكمل تعبيرتنا مع الفعل ديخ وبناخد تعبير جديد ولكن قبل ما ناخد هذا التعبير الجديد هيا إلى المقدمة ثم نرجع من المقدمة أهلا بكم مرة تانية يلا ندخل على التعبير مباشرة على شاشة الكمبيوتر وهو سلا دي هذا التعبير عزيز المشاهد من الصعب أنك تفهمه مباشرة أثناء القراءة ولكن لابد أنك تشوف الفيديو الأول علشان تعرف معنى هذا التعبير سلا دي لو ترجمة حرفية بمعنى هذا يقول ولكن مش ده المقصود المقصود هنا كلمة ومع ذلك وبالعكس خلي بالك وبالعكس يعني في غملة أبل سلا دي وفي غملة بعد سلا دي والغملة تين متناقدة تين يلا نقرأ الشرح باللغة الفرنسية Cette expression s'utilise en début de phrase pour résumer ce qui vient d'être dit يعني التعبير داب يوكال في بداية غملة لتلخيص ما قيلة يعني الغملة اللي فاتت هي اللي تقال فيها كلام وإحنا بنلخص الكلام ده بالكلمة دي سلا دي وبنقول الغملة عكس الغملة الأولى et pour apporter une restriction pour on pourrait donc la remplacer par نيا موا سپندن par contre و و encore و en revanche يعني بقول لك احنا ممكن نستبدل هذا التعبير cela دي ونحط مدالو نيا موا سپندن كمام انا مع ذلك اصل الى اه التعامل بالفرنسية وكلمة سلا دي هنا معناها ومع ذلك نقرن مثل مرة اخرى جادي بروبليما فيك لاغم الفرنسية سلا دي جاريف كمام اكميونيكي ان فرنسية وبكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا ولكن خلي بالك عايز منك واجب صغير انك تستخدم الفعل او التعبير عفوا سلا دي في جمل من عندك وتكتبها في اه اه التعليقات اسفل الفيديو كل ما تكتب وتتشجع انك تتعلم غيرك كمان يتشجع انه يتعلم وكمان الفيديو بتاعي ياخد مشاهدات اكثر وكده تبقى دعمت القناة تحياتي لكم يا شباب بشوفكم في الفيديو القادم وافضع